اشتركوا في القناة وش نقول هذا أولا للذنوب أحبابي يجوز الإنسان أن يستغفر من ذنب مع بقاء ذنب آخر أي من فضل الله يعني لو أن الإنسان لا يستغفر لكله يرجع أبيض أبيض كان عجزة كثير من الناس لكنك تستطيع تترك الاستغفار تستغفر من الغيبة وأنت مثل مدخن تستغفر من الموسيقى وأنت مثلا مغتاب وهذه كلها كبائر ليست خاصة الغيبة تستطيع أن تستغفر من ذنب مع بقاء ذنب آخر وتسأل الله أن يعينك على التوبة من الآخر يا أخي ما نخفف الثوب المتسخ الثوب طيب يا أخي ثوبك خلاص مليان ما تغسله الله إزاك خير ممكن تغسله ويعود باهة اللون لكن على الأقل ينلبس يا أخي على الأقل ينلبس لذلك يخفف الذنب ثم كده قلت استغفر الله عندك ذنوب شيء تعرفه شيء لا تعرفه استغفر الله فيها تحقيق للعبودية فيها تحقيق للتوحيد لأنك إذن أستغفر الله إذن أنت عبد وهو سيء أنت مملوك وهو الملك أنت عبده معبود لذلك إذن تستغفر الله فيها انكسار لذلك من الاستغفار مع بقاء الذنب اللي عندك يتوب الله عليك ولذلك قال تاب الله عليهم ليتوبوا ولذلك أحياناً الإنسان يحتاج إلى أن الله يفتعل باب عشان أتوب تب علي يا ربي لأتوب تب علي لأتوب ولذلك رب العالم إذا رأىك صادق مثل يقول والله ما أحب الدخان والله طفشان لكني مبتلى مثلا ولهذا بعضهم الآن تلقاه شفها الآن طلع طلع شف الله يحفظ أقعد الله يحفظ كمل فطورك طلع يبي يولع الزقارة برا ها وده ما يترك عياله وده ما يترك المجلس لكن الشيطانه قوي وإلحاحاته أنت تقول يا ربي اجعلها آخر معصية لك ولذلك أحبابي استغفروا ولو يوجد ذنوب أخرى لم تتوبوا منها افتح الباب لأن الكريم عظيم رحمن واجعلوا هذا اليوم من انطلاقاتنا إلى باب التوبة فهو يوم يختلف عن الأيام كلها وليلة لا كالليالي رمضان وفي العشر الأواخر وآخر ليلة لربما وقد تكون ليلة قدر أربع ميز من أين تأتي بليلة كهذه الليلة يا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة